أولاً في إطار التبريك نبارك للشعب الفلسطيني كله على أرض فلسطين التاريخية وفي الشتات والمخيمات والمهاجر هذا الانتصار التاريخي الكبير بالمقاومة العظيمة في غزة وهذا الصمود الشعبي وهذه الانتفاضة الشعبية في القدس والضفة وداخل 48 نعزي ونبارك بالشهداء رحمهم الله ندعو للجرحى بالشفاء لأهالي الشهداء والجرحى والمصابين والذين فقدوا عزيزاً أو داراً أو مالاً بالصبر والأجر والتعويض من الله سبحانه وتعالى لهم في الدنيا والآخرة قطعنا الله سبحانه وتعالى بكرمه وجوده يعوث عليهم في الدنيا والآخرة ونبارك هذا النصر خصوصاً لقادة حركات المقاومة وقادة أجنحتها العسكرية المتعلقين واقعاً كانوا في هذه المعركة متعلقين ولمقاتليها الشامخين وخصوصاً لأهل غزة الذين احتضنوا ودعموا وأيدوا وصبروا وعاشوا كل معاناة الحرب والقصف والعدوان ولم يقولوا إلا ما يعبر عن إيمانهم وأصالتهم وصفائهم ووفائهم ثانياً في عيد المقاومة والتحرير في لبنان أبارك للشعب اللبناني أيضاً كله هذا العيد والذي تحقق أنا أسر في بداية الخطاب في مناسبة عيد المقاومة والتحرير على هذا المقطع في كل سنة حتى لا ينسى الناس وحتى يعرف تعرف الأجيال الجديدة بعض ما جرى في ذلك الوقت والذي تحقق بفضل الله تعالى ونصره وعونه وبفضل التضحيات الجسام هذا ما نزل بالسل من السماء والناس أعدى بيوتها تضحيات الجسام دائماً نؤكد على أن التحرير الذي ينجز في 25 أيام هو ليس نتيجة تضحيات فئة واحدة أو حزب واحد أو فصيل واحد من فصائل المقاومة اللبنانية وإنما هو نتيجة تراكم سنوات طويلة من الجهاد والمقاومة والتضحية ترجمة نانسي قنقر